ترجمة نانسي قنقر في ميادين الشرف منطلقين من مبادئ الدين الحنيف والقيم البحرينية الأصيلة ليس هناك تضحية أعظم وأسمى من التضحية بالنفس نصرة للوطن ودفاعا عن الحق وقد جسد شهداء مملكة البحرين هذا المعنى النبيل بأسمى صوره منذ قيام الدولة إلى يومنا هذا فقد بذلوا أرواحهم الزكية الطاهرة في سبيل وطنهم في ساحات الشرف وميادين البطولة خلال أداء واجبهم السام المشرف لتظل راية الوطن خفاقة شامخة مجسدين بذلك أسمى قيم الشجاعة والفداء والبطولة وتخليدا ووفاء وعرفانا لتضحيات وعطاء وبدل شهداء الوطن خصص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه يوم السابع عشر من شهر ديسمبر من كل عام يوما للشهيد يستذكر فيه البحرينيون جميعا معاني الولاء والوفاء للمملكة لتبقى أسماء الشهداء وتضحياتهم علامة خالدة ومضيئة في تاريخ الوطن وليبقوا مصدر فخر ومحل اعتزاز لكل مواطن وستظل تضحيات رجال البحرين المخلصين الأبطال محفورة في وجدان أهل المملكة ملؤها الاعتزاز والفخر بأبنائهم البواسل الذين استشهدوا داخل الوطن وخارجه نصرة للحق وإرساء للعدل ودفاعا عن أمن وسيادة الوطن والتصدي للإرهاب انطلاقا من مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا البحرينية الأصيلة فقد سطروا أروع معاني البطولة والعطاء فأصبحوا فخرا للبحرين لتشكل بطولاتهم ملحمة وطنية خالدة في ذاكرة الوطن ولتبقى نبراسا مضيئا تهتدي بها أجيالنا القادمة في السير على دروب العزة والكرامة وتستلهم منها قصص الفداء والانتماء في وطن لن ينسى ما قدم من دماء طاهرة في سبيله فرحم الله شهداء الواجب الذين أدوا مهامهم بكل بسالة داخل الوطن وخارجه اشتركوا في القناة